يحقق خباراء منظمة الصحة العالمية في مصدر وباء كورونا وقد واصلوا مهمتهم التي بدأت يوم الجمعة الماضي بزيارتهم سوق مدينة وهان الصينية الذي يعتبر البؤرة الأولى لهذا الفيروس ووصل أفراد الفريق إلى سوق هونان للمأكلات البحرية التي كانت تباع فيها حيوانات برية حية وأغلقت منذ مطلع العام الماضي ودخل عدد منهم فيما منع آخرون من الدخول يأتي ذلك وسط تزايد القلق بين الدول حيال النسخة المتحورة من فيروس كورونا وتكثيف تدابير الوقاية وتأخر تسليم اللقاحات من قبل بعض الشركات المنتجة